بعد ثلاث سنوات من انتخابه قائم مقام لقضاء الفلوجة اعتبر محافظ الأنبار علي فرحان انتخاب عيسى الساير لم يكن قانونيا كتاب صادر عن قسم الموارد البشرية في المحافظة يزعم فيه بطلان انتخاب الساير لعدم اكتمال النصاب القانوني آنذاك اي قبل ثلاث سنوات متضمنا قرارا بعفاء الساير من منصب قائم مقام الفلوجة وتكليف مدير ناحية الصغلاوية سعد غازي بمنصب القائم مقام بالوكالة الذي رفض بدوره تسلم المنصب ويمثل هذا القرار صدمة لأهل الفلوجة الذين عرفوا الساير بمواقفه الوطنية وخدمته لأبناء القضاء لسيما بعد ان اثر على نفسه البقاء مع اهله اثناء معارك القوات العراقية ضد التنظيم ومساعدة النازحين وذوي المعتقلين والمغيبين كما عد هذا القرار المثير للجدل بانه مسيس وتقف وراءه خلافات شخصية